كتاب دراسة في طبيعة المجتمع العراقي للدكتور علي الوردي محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي الأكبر في ضوء علم الاجتماع الحديث الإهداء أقدم كتاب هذا إلى الذين يشغفون بالأفكار العالية فيحاولون تطبيقها في مجتمعهم بغض النظر عن طبيعة المجتمع وظروفه لقد آن لهم أن ينزلوا عن أبراجهم العاجية وأن يأخذوا بعين الاعتبار مقتضيات الواقع الاجتماعي الذي يعيشون فيه المقدمة إن هذا الكتاب الذي أقدمه بين يدي القارئ والكتب التالية له هي خلاصة دراسة طويلة شاقة فقد بدأت بدراسة المجتمع العراقي منذ أكثر من عشرين عاما وازدادت هذه الدراسة تركيزا منذ عام 1950 وهو العام الذي عينت فيه مدرسا لعلم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم ببغداد ولا بد لي من الإشارة هنا إلى أني تطرقت إلى دراسة المجتمع العراقي في بعض كتبي ومحاضراتي العامة سابقا كما يلي أولا في عام 1951 ألقيت محاضرة عامة في قاعة الملكة عالية كان عنوانها شخصية الفرد العراقي وقد طبعت هذه المحاضرة بعد إضافة بعض الزيادات عليها في كتاب صغير حيث نشر في العام نفسه ثانيا وفي عام 1954 أخرجت كتاب وعاض الصلاطين حيث تطرقت في فصوله الأولى إلى طبيعة المجتمع العراقي في صدر الإسلام وإلى العوامل الاجتماعية التي أثرت في تكوين الشخصية فيه ثالثا وفي عام 1958 دعتني هيئة الدراسات العربية في جامعة بيروت الأميركية إلى إلقاء محاضرة عامة في موضوع الضائع من الموارد الخلقية في البلاد العربية وقد ركست البحث في تلك المحاضرة حول أخلاق أهل العراق بوجه خاص ونشرت المحاضرة في مجلة الأبحاث التي تصدرها الجامعة المذكورة في شهر حزيران من العام نفسه رابعا وفي عام 1959 اشتركت في مؤتمر علم الاجتماع العالمي الرابع الذي انعقد في مدينة شتريزا في شمال إيطاليا فقدمت في المؤتمر بحثا حول البداوة وأثرها في المجتمع العراقي وقد أتيح لي حين ذاك أن أناقش عالمين كبيرين من علماء الاجتماع حول البحث واستفدت منهما فائدة غير قليلة خامسا وفي عام 1962 دعيت لحضور مهرجان بن خلدون الذي عقد في القاهرة تحت إشراف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فألقيت فيه محاضرة حاولت فيها دراسة نظرية بن خلدون من حيث أهميتها في فهم المجتمع العربي بوجه عام والمجتمع العراقي بوجه خاص وقد نشر المركز تلك المحاضرة مع بقية المحاضرات في كتاب خاص عنوانه أعمال مهرجان بن خلدون سادسا وفي عام 1962 أيضا ألقيت عدة محاضرات في مأهد الدراسات العربية العالية في القاهرة وقد نشر المأهد تلك المحاضرات في كتاب عنوانه منطق بن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته وقد دعوت في الكتاب والمحاضرات إلى ضرورة إنشاء علم اجتماع عربي يستمد جذوره من نظرية بن خلدون ويستعين بها في دراسة الظواهر الاجتماعية في البلاد العربية المختلفة قصدي من ذكر هذه البحوث السابقة هو لفت نظر القارئ إلى أن الأراء التي وردت فيها لم تكن نهائية فقد غيرت البعض منها وأبقيت البعض الآخر على حاله وهذا أمر لا أعتذر عنه فالبحث العلمي من شأنه التغيير والتطوير إذ هو يسير في ذلك تبعا لتغير المعلومات التي يعثر عليها الباحث مرة بعد مرة ولهذا أرجو من القارئ أن لا يستغرب حين يجدني أقول في هذا الكتاب برأي مخالف لما جاء في بحوث السابقة الواقع أني خلال دراسة الطويلة للمجتمع العراقي قد ناقفت نفسي كثيرا وربما أخذت اليوم برأي وتركته غدا ثم رجأت إليه بعد غد وقد لاحظ الطلاب ذلك مني حيث وجدوني أغير منهج الدراسة في موضوع المجتمع العراقي عاما بعد عام ولست أستبعد بعد صدور هذا الكتاب أن أغير كثيرا من الآراء التي وردت فيه وربما شهد القارئ في كتب القادمة آراء مناقضة لها مراجع الكتاب أتمت في تأليف هذا الكتاب والكتب التالية له على مراجع شتى يمكن تصنيفها على المنوال التالي أولا الكتب والمقالات والنشرات وهذه قد توافر منها في الآوينة الأخيرة عدد لا يستهان به وأود أن أخص بالذكر منها تلك الرسائل العلمية التي قدمها أصحابها لنيل شهادة الدكتورة وقد طبع بعضها ككتاب الدكتور فاضل الجمالي وكتاب الدكتور متي عقراوي وكتاب الدكتور شاكر مصطفى سليم وكتاب الدكتور محمد سلمان حسن وغيرها وهي كلها تبحث في المجتمع العراقي على وجه من الوجوه ثانيا تقارير الطلاب فقد كنت أطلبها من الطلاب في موضوع المجتمع العراقي كل عام فتراك ما عندي منها على توالي الأعوام عدد كبير لا أنكر أن بعض هذه التقارير كان تافها وليس فيه قيمة علمية كبيرة ولكن البعض منها وهو قليل طبعا يحتوي على ملاحظات واستقراءات اجتماعية نافعة ولقد أتاحت لي هذه التقارير على أي حال أن أزداد تبصرا في المجتمع العراقي عاما بعد عام فالطلاب يأتون إلى الجامعة من شتى أنحاء العراق القريبة والبعيدة ومنهم من جاء من البلاد العربية المختلفة فكانت تقاريرهم عن تقاليد مناطقهم وقيمها الاجتماعية تنور الذهن قليلا أو كثيرا وإني إذ أقدم هذا الكتاب لا بد لي أن نعترف بفضل هؤلاء الطلاب وعونهم في الحصول على كثير من المعلومات التي وردت فيه ثالثا الندوة التلفازية وهذه كنت أقوم بها في محطة تلفزة بغداد عام 1960 وكان عنوانها أنت تسأل ونحن نناقش وقد وصلتني من جراء ذلك رسائل كثيرة يسألني فيها أصحابها حول بعض مشاكلهم الاجتماعية وقد استفدت من هذه الرسائل فائدة غير قليلة ولا أزال أحتفظ بها إذا اعتبرها مرجعا لدراسة المجتمع العراقي فهي تمثل نوع المشاكل الاجتماعية التي يشكو منها بعض أهل العراق لا سيما الجيل الجديد منهم وما هو الصراع النفسي الذي يعانونه تحت وطأة تلك المشاكل ويؤسفني أن أقول أن المسؤولين لم يرضوا عن تلك الندوة ولم تلق هوا في قلوبهم فأمروا بإلغائها وبهذا انقطعت عني الرسائل التي كنت أستفيد منها رابعا ملاحظات الشخصية فقد أتت منذ زمن غير قصير أن أتجول في نواحي المجتمع العراقي وأصغي إلى أحاديث العامة لا سيما المعمرين منهم وأولئت بذلك ولعا شديدا وقد عانيت من جراء هذا الولع شيئا من المشقة والحرج فالكثيرون من الناس في العراق لا يستطيعون أن يفهموا كيف يمكن أن تكون أحاديث العامة مصدرا للعلم فهم اعتادوا أن يعتبروا العلم ذا مستوى رفيع ولا يجوز أن ينزل إلى مستوى الحمال والبقال فإذا رأوا رجلا متعلما يخالط السوقة ويصغي إلى لغوهم وبذاءتهم استنكروا منه ذلك واستهانوا به الواقع أن علم الاجتماعي هو بطبيعته متواضع يستمد أكثر معلوماته من السوقة ومن السفلة والمجرمين والغوغاء فهؤلاء بمنابزاتهم ومفاخراتهم وبتعاونهم وتنازعهم يمثلون القيم الاجتماعية السائدة أصدق تمثيل وهم بهذا المعنى أفضل من المتعلمين فالمتعلم يميل عادة إلى التحذلق وإلى التظاهر بخلاف ما يضمر أما العمي فهو في الغالب غير قادر على إخفاء ما في أعماق نفسه من عقد وقيم فهي تظهر عليه حين يتنازع أو يتشاتم وحين يتعاون أو يتفاخر مشكلة الكثير من الناس في العراق أنهم لا يفهمون هذا ولا يستسيغونه يبدو أنهم لا يزالون يعيشون في إطار عقلية قديمة إذ هم يعتقدون أن العلم يجب أن يكون أسمى من مستوى الجماهير وأنه كلما ازداد سموا وتحذلقا ارتفعت قيمته وهذا مفهوم قد استمد جذوره من طبيعة الطبقة التي كانت ترعى العلوم قديما أي طبقة الحكام المترفين فهذه الطبقة كانت تريد من العلم أن يكون زينة لها تتباهى به وتتكبر على من هم دونها من عامة الناس أما الآن فقد دالت دولة هذه الطبقة وأصبح المقصود من العلم أن يكون من وسائل خدمة الجماهير بدلا من أن يكون من مظاهر التعالي عليها انتقاد غير مقبول انتقدني بعض النقاد لأني لا أتبع في دراستي الاجتماعية الطريقة الإحصائية المنظمة المتبعة في أمريكا وغيرها من البلاد الراقية وهذا انتقاد لا أقبله على الرغم من وجاهته الظاهرة إن المجتمع الإراقي هو غير المجتمع الأمريكي فهناك يستطيع الباحث أن يطرق الأبواب على ربات البيوت يسألهن أي سؤال يخطر بباله وهن يحترمنه ويقدمن له الجواب الصحيح في كثير من الأحيان أما عندنا فالأمر يختلف عن ذلك اختلافا واضحا لقد عانى العراق منذ عهود بعيدة فجوة واسعة بين الشعب والحكومة فيه فالشعب يعتبر الحكومة كأنها عدوة له لا تأتي له بأية منفع وكثيرا ما يأتي الضرر منها وقد لاحظت هذا في أوساط العامة بوضوح فهم إذا رأوا أفنديا قادما إليهم وبيده قلم ودفتر حسبوه قد جاءهم لجباية الضريبة أو للتجنيد أو لسوقهم إلى الحبوس وهم قد أتادوا أن يكذبوا في جوابهم له بشتى الطرق خشية أن يصيبهم منه مكروه وإذا جاءهم باحث اجتماعي حسبوه من جلاوزة الحكومة فهو أفندي في ملابسه وبيده قلم ودفتر أما إذا لبس الباحث ملابس اعتيادية مثلهم ظنوا أنه جاسوس أرسلته الحكومة للتجسس عليهم ولهذا كنت إذا أردت الدراسة أحاول نيل ثقتهم قبل أن أبدأ بالسؤال وكنت أوجه إليهم الأسئلة تلقائيا وأحرضهم على الإجابة عن طريق إثارتهم وبعث الحماس والفخر فيهم في رأيي أن أصح طريقة لدراسة المجتمع العراقي هي تلك التي جاء بها العالم الألماني المعروف ماكس فيبر وهي التي تعتمد على التفهم وتكوين المثال النموذجي فهي ملائمة لطبيعة مجتمعنا وظروفه الخاصة أما الطريقة الأمريكية فهي غير ملائمة وقد تورطنا في مشاكل وأخطاء نحن في غنى عنها ومهما يكون الحال فإننا يجب أن نرجي استخدام هذه الطريقة إلى أن يصبح المجتمع العراقي كالمجتمع الأمريكي قلبا وقالبا وهذا أمر بعيد المجتمع العراقي والعربي هناك انتقاد ثاني جابهني به نقاد آخر ففي رأيهم أننا يجب أن ندرس المجتمع العربي أولا أما المجتمع العراقي فهو ليس سوى جزء من المجتمع العربي الأكبر وهم يقولون أن الكل أولى بالدراسة من الجزء إني أخالفهم في هذا الرأي مخالفة كبيرة أود أن أسألهم هنا كيف يمكن دراسة المجتمع الكبير من غير دراسة الأجزاء الصغيرة منه كل على حدة فالمعروف في الطريقة الاستقرائية الحديثة أنها تبدأ بدراسة الجزئيات لكي تتوصل منها إلى فهم الكليات العامة يبدو أن هؤلاء النقاد يريدون أن يرجعوا بنا إلى اتباع الطريقة الاستنتاجية القديمة وهذا أمر لا أقرهم عليه لا شك من وجود أو في وجود صفات عامة يشترك فيها العرب في جميع أقطارهم ولكننا مع ذلك يجب أن نعترف بوجود صفات يختلفون فيها أيضا ونحن لا نستطيع أن نفهم هاتيك الصفات المتشابهة والمختلفة ما لم نبدأ بدراسة كل قطر من الأقطار العربية على حدة وعندما يتم ذلك يأتي الباحثون ليقارنوا بين تلك الأقطار ويخرجوا بالنتائج المنشودة من خصائص الوطن العربي أنه يشمل بقعة من الكرة الأرضية واسعة جدا فهو يمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي حيث تستغرق الشمس في اجتيازه أكثر من ثلاث ساعات وقد مر على هذا الوطن دهر طويل كانت المواصلات بين أطرافه المتباعدة عسيرة جدة تستخدم فيها الإبل والدواب أو السفن الشراعية البطيئة وتستغرق أياما عديدة أو شهورا وهذا التباعد بين أقطار الوطن العربي جعل كل قطر منها يعاني ظروفا خاصة به تختلف عن ظروف الأقطار الأخرى فلم يحدث مثلا أن تمكن فاتح من فتح جميع الأقطار العربية ومن إبقائها تحت سيطرته المباشر ولهذا وجدنا كل قطر عربي له تاريخه الخاص من النواحي السياسية والاقتصادية والدينية وما أشبه يتضح هذا في تباين اللهجات بين الأقطار العربية المختلفة شهدت في مرسيليا عام 1950 رجلين من الجزائر وكان من العامة وغير متعلمين فلم أفهم من كلامهما شيئا وكأنهما كان يتكلمان بلغة غير عربية الظاهر أن تباين اللهجات بين الأقطار العربية يزداد شدة بمقدار صعوبة الاتصال الاجتماعي بينها مما يجدر ذكره أن وسائل المواصلات الحديثة وانتشار الكتب والصحف والإذاعات أخذت تقرب بين الأقطار العربية المختلفة وهذا يؤدي طبعا إلى تضاءل الفروق الاجتماعية واللغوية بينها شيئا فشيئا والمتوقع أن تزول الفروق إلى حد ما بعد زمن قصير أو طويل ولكننا على الرغم من ذلك يجب أن لا ننسى ونحن نعيش في المرحلة الراهنة أن هذه الفروق لا تزال حقائق قائمة لا يجوز الاستهانة بها وليس من الصواب أن نعالج المشاكل في قطر من الأقطار العربية في ضوء دراستنا لقطر آخر الواجب القومي يحتم علينا أن نعالج المشاكل أو مشاكل كل قطر في ضوء قيمه وظروفه الخاصة به إن التعميم المطلق في هذا المجال غير جائز تيار جديد منذ عهد غير بعيد أخذت تصدر بعض المؤلفات المعنية بدراسة المجتمع العربي بوجه عام وقد انعقد في الإسكندرية منذ بضع سنوات مؤتمر على مستوى جامعي أريد به وضع منهاج أو منهج لدراسة المجتمع العربي وأدخلت مادة المجتمع العربي في مختلف الكليات في الجمهورية العربية المتحدة والظاهر أن جامعة بغداد أخذت تحاول الاقتداء بهذا التيار الجديد إن هذا التيار على أي حال ستكون له ثمراته النافعة ولكني لاحظت فيه أنه في الغالب ينحو منح التوعية والإرشاد أكثر مما ينحو نحو الدراسة الموضوعية الواقعية فأكثر المؤلفات التي صدرت في هذا السبيل يبدو عليها أنها كتبت لغرض معين هو خلق جيل من الشباب القومي الواعي خذ مثلا أحد هذه المؤلفات ولعله من أهمها حيث اشترك في تأليفه مجموعة من أساتذة جامعة القاهرة وعنوانه الوجيز في دراسة المجتمع العربي فقد جاء في مقدمته ما نصه ونستطيع أن نقرر الآن بعد أن قمنا طوال هذه السنوات الأربع بتدريس تلك المادة في أضخم الكليات الجامعية إن التجربة نجحت فعلا وأن إدخال مادة المجتمع العربي في المناهج الجامعية قد حقق الغرض المقصود منه في خلق شباب واع مستنير يؤمن بالله وبعروبته ويعرف ما له وما عليه ويحيط علما بأوضاع أمته العربية وآمال هذه الأمة في مجتمع عربي سليم مترابط الأوصال يشعر كل فرد بآدميته وكرامته وكرامة أمته انتهى كلامه لست أشك أن هذا المنهج الوعظي في دراسة المجتمع العربي مهم ومفيد لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار كون المؤلفات السائرة على هذا المنهج قد كتبت لتوضع بين أيدي طلابهم في السنوات الأولى من دراستهم الجامعية فلا بد لها إذن من أن تنحو نحو الوعظ والتوجيه لكي تفتح عيون الطلاب إلى ما عليهم من واجبات تجاه وطنهم الأكبر ولكن يعتقد أننا لا يجوز لنا أن نقف عند هذه الدراسة التوجيهية فنكتفي بها ولا نتعدها إلى دراسة أخرى أكثر عمقا منها وأقرب إلى منهج علم الاجتماع الحديث أخشى أننا إذا غلونا في الاندفاع بهذا التيار أن نكون مثل وعاض الصلاطين الذين كانوا يملؤون عقول الناس بالمثل الطوبائية بينما هم يغضون النظر عن الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه الناس والذي يمنعهم من إدراك تلك المثل العليا الفصل الأول سراع البداوة والحضارة خلال دراستي للمجتمع العراقي وجدت فيه ظاهرة اجتماعيا كنت ألمحها فيه أينما توجهت في نواحيه المختلفة عبر الزمان والمكان وهي التي أسميتها بظاهرة الصراع بين البداوة والحضارة لقد أجمع علماء الآثار أن العراق كان مهبط الحضارة أو حضارة تعد من أقدم الحضارات في العالم وقد شاركته في هذه الميزة مصر واختلف بعض العلماء حول أيهما أسبق حضارة من الأخرى ونحن لا يهمنا هنا أن يكون العراق له فضل السبق في هذا المضمار فالذي يهمنا بالدرجة الأولى أن نعرف أن العراق قد احتضن منذ بداية التاريخ البشري حضارة مزدهرة وسيان عندنا بعدئذ أن تكون هذه الحضارة هي الأولى من نوعها أم الثانية وظلت الحضارة تراود العراق حينا بعد حين وقد مر عهد إبان تأسيس الدولة العباسية أصبح العراق فيه مركز الحضارة العالمية حتى صارت عاصمته بغداد بودقة اجتماعية ضخمة تذوب فيها خلاصة ما أبدعه البشر من تراث حضاري حتى ذلك الحين ونجد العراق من الناحية الأخرى واقعا على حافة منبع فياض من منابع البداوة وهو منبع الجزيرة العربية فكان العراق منذ بداية تاريخه حتى يومنا هذا يتلقى الموجات البدوية واحدة بعد الأخرى فكان بعض تلك الموجات يأتيه عن طريق الفتح العسكري والبعض الآخر منها يأتيه عن طريق التسلل التدريجي وكلا هذين النوعين من الموجات لا بد أن يؤثر في المجتمع العراقي قليلا أو كثيرا فتنتشر فيه القيم البدوية وتحاول التغلغل في مختلف فئاته وطبقاته هنا نجد الشعب العراقي واقعا بين نظامين متناقضين من القيم الاجتماعية قيم البداوة الآتية إليه من الصحراء المجاورة وقيم الحضارة المنبعثة من تراثه الحضاري القديم المتوقع في مثل هذه الحالة أن يعاني الشعب صراعا اجتماعيا ونفسيا على توالي الأجيال فهو من ناحية لا يستطيع أن يطمئن إلى قيمه الحضارية زمنا طويلة لأن الصحراء تمده بين كل آونة وأخرى بالموجات التي تقلق عليه طمأنينته الاجتماعية وهو من الناحية الأخرى لا يستطيع أن يكون بدويا كابن الصحراء لأن الحضارة المنبعثة من وفرة مياهه وخصوبة أرضه تضطره إلى تغيير القيم البدوية الوافدة إليه لكي يجعلها ملائمة لظروفه الخاصة قد يجوز أن نصف الشعب العراقي بأنه شعب حائر فقد انفتح أمامه طريقان متعاكسان وهو مضطر أن يسير فيهما في آن واحد فهو يمشي في هذا الطريق حينا ثم يعود ليمشي في الطريق الآخر حينا آخر طبيعة التعاكس مما يلفت النظر في أمر البداوة والحضارة أنهما متعاكستان في كثير من قيمهما الاجتماعية وهذا أمر سنعالجه بشيء من الإسهاب في مناسبة أخرى يكفي أن نقول هنا إن الهدف الأساسي الذي تسعى نحوه البداوة هو على النقيض مما تسعى إليه الحضارة هناك ناحيتان يتضح فيهما هذا التعاكس أو التناقض بين الحضارة والبداوة هما الدولة والاحتراف فمن الناحية الأولى نجد البداوة ميالة بطبيعة تركيبها الاجتماعي نحو النفرة من الدولة ونحو التهرب من الخضوع لها إن العصبية القبلية في البداوة تحل محل الدولة وتقوم بوظيفتها فالفرد البدوي يعتز بقبيلته كل الأتزاز فهي سبب بقائه وموئل كرامته أما الدولة في نظره فليست سوى نظام للذل ودفع الضريبة ومن العار كل العار على البدوي أن يخضع لدولة تجبي منه الأتاوة وتضربه بالصوت إن امتنع عنها إنه يفتخر بأخذ الأتاوة من غيره ويستنكف أن يعطيها لأحد مهما كان إن إعطاء الأتاوة يعني في نظره لاعتراف بالعبودية والذل ومثل هذا يمكن أن نقول عن الاحتراف ونقصد به اتخاذ حرفة أو مهنة يكسب الإنسان منها رزقه بكد يمينه وعرق جبينه إن البدوي يعتبر الاحتراف ذلا ومهانة والظاهر أن لفظة المهنة في اللغة العربية مشتقة من المهانة أو هما من مصدر واحد إن البدوي رجل مقاتل يحترم النهب والغزو ويحتقر الرزق الذي يأتيه عن طريق العمل ولذا وجدناه منذ قديم الزمان يختزي أن يكون حائكا أو صانعا أو بقالا أو معلما أو كاسبا أو كل ذي حرفة من الحرف التي اشتهرت به الحضارة فأولئك في نظره جبناء أذلاء ولو كان فيهم شيء من الرجولية لتركوا حرفهم الحقيرة وامتشقوا الحسام ليكسبوا بها الرزق الكريم الذي يليق بالرجال أمثاله ظاهرة المد والجزر حين يدرس الباحث تاريخ العراق الاجتماعي منذ أقدم عصوره حتى عصرنا هذا يجد القيم البدوية تستفحل فيه حينا ثم تتقلص عنه حينا آخر وذلك تبعا لوضع الدولة فيه من حيث ضعفها أو قوتها إن الدولة أساس مهم من أساس الحضارة فإذا قويت الدولة في بلد ما بحيث استطاعت أن تقمع النزاع الداخلي فيه وتضرب على أيدي اللصوص وقطاع الطريق ازدهر الإنتاج الزراعي والتجاري والصناعي وعمرت المدن وانهمك الناس في حرفهم المختلفة لا يخشون شيئا وقد حدث هذا في تاريخ العراق مرات عديدة كما لا يخفى وعندئذ وجدنا القيم البدوية تتقلص تدريجيا حيث تظهر مكانها القيم الحضرية القائمة على الطاعة والاحتراف وفي فترات أخرى من تاريخ العراق كانت الدولة ضعيفة لا تستطيع أن تحمي أرواح الناس وأموالهم وعند هذا وجدنا الناس مضطرين إلى الالتجاع إلى القيم البدوية يشتدون في التمسك بها كلما اشتد ضعف الدولة فيهم فنرى العصبية القبلية وعادة الثأر والدخالة والتسيار والنجدة والضيافة وما أشبه تستفحل فيهم وتكاد تسيطر على تركيبهم الاجتماعي سيطرة تامة لاحظنا هذا بوضوح كبير في العهد العثماني ولا نزال نشهد بعض بقاياه وآثاره الاجتماعية حتى يومنا هذا كما سيأتي ذكره بالتفصيل في فصول قادمة إن هذا يمكن أن نسميه ظاهرة المد والجزر بين البداوة والحضارة في العراق يأتي المد البدوي تارة فيسيطر على المجتمع العراقي ثم ينحسر عنه تارة أخرى ليظهر مكانه المد الحضري ومشكلة العراق أنه حين ينحسر عنه المد البدوي لا يستطيع أن يتكيف للحضارة سريعا حين تأتي إليه فهو يبقى متمسكا بقيمه البدوية زمنا يقصر أو يطول تبعا للظروف التي تواجهه عند ذاك من طبيعة القيم الاجتماعية بوجه عام أنها تبقى فعالة زمنا بعد ذهاب الظروف المساعدة لها فالناس إذا تعودوا على قيم معينة صعوب عليهم بعد ذلك أن يتركوها دفعة واحدة لا شك أنها تضعف فيهم بالتدريج بعد ذهاب العوامل المساعدة لها ولكن ذلك يحتاج إلى زمن وفي خلال هذا الزمن يحدث الصراع بين القيم الجديدة والقيم القديمة وقد تظهر من جراء ذلك مشكلات اجتماعية لا يستهان بها الأقطار العربية إن ظاهرة المد والجزر هذه التي رأيناها في العراق قد نجد ما يقاربها أو يشابهها في أكثر الأقطار العربية على وجه من الوجوه حين نفتح بين أيدينا خارطة العالم ونحاول تركيز نظرنا على الوطن العربي منه نلاحظ فيه ظاهرة جغرافية تلفت النظر وتكاد تكون شاذة فهو يحتوي على أكبر امتداد صحراوي على وجه الكرة الأرضية يبدأ من جبال إيران شرقا وينتهي عند سواحل المحيط الأطلسي غربا لا يفصل بين جناحيه سوا بحر يشبه الشق الطويل هو البحر الأحمر لا ننكر أن الكرة الأرضية تحتوي على منطقة صحراوية أخرى تكاد تقارب المنطقة العربية في طولها وبخامتها هي تلك التي تقع في شمال قارة آسيا وتمتد من الصين شرقا حتى بحر الخزر غربا وهذه المنطقة هي من ناحية تشبه المنطقة العربية حيث كانت ولا تزال منبعا فياضا من منابع البداوة ولكنها من الناحية الأخرى تختلف عن المنطقة العربية اختلافا غير قليل هناك عوامل عديدة جعلت المنطقة العربية تنتج في بعض بقاعها حضارات مزدهرة حينا بعد حين فقد أشرنا إلى حضارات العراق ومصر وكذلك يمكن أن نشير في هذا الصدد إلى حضارات اليمن والشام والتونس والبغرب وغيرها الواقع أن المنطقة العربية لم تكن لتخلو من حضارة مزدهرة في أي فترة من تاريخها الطويل وهذا بخلاف ما نجده في المنطقة الأسيوية كما هو واضح نستطيع أن نستنتج من ذلك أن المنطقة العربية تتميز عن جميع مناطق العالم بكونها قد جمعت منابع البداوة والحضارة بشكل خاص وعلى نطاق واسع جدا ولهذا صح القول بأن المجتمع العربي هو أكثر المجتمعات في العالم معاناة للصراع بين البداوة والحضارة وتأثرا بهما اختلاف في الدرجة قلنا أن المنطقة العربية هي أكثر مناطق العالم معاناة للصراع بين البداوة والحضارة ولم نقصد بذلك أن هذه المنطقة هي الوحيدة في العالم من هذه الناحية الواقع أن هناك كثيرا من مناطق العالم قد عانت شيئا من الصراع بين البداوة والحضارة على وجه من الوجوه والذي نريد أن نلفت نظر القارئ إليه هو أن المنطقة العربية تمتاز على غيرها بشدة هذا الصراع وبتتابعه على مدى الأجيال لنأخذ مثلا المنطقة الصحراوية الآسيوية التي أشرنا إليها آنفا فهي في الواقع لم تخل من هذا الصراع في بعض الفترات من تاريخها إنها تتاخم من جهة الشرق حضارة الصين ومن جهة الغرب حضارة ما وراء النهر وقد عانت هذان الحضارتان كثيرا من موجات البدو الذين عرفوا في التاريخ بأسماء شتى كالمغول والتتر والترك والقرغيز ونستطيع أن نقول مثل هذا عن مناطق أخرى في العالم كإيران والهند وجنوب أفريقيا ففيها نجد بعض البقاع الصحراوية وإلى القرب منها نشأت حضارة قديمة أو حديث ولا بد لنا من أن نتوقع في مثل هذه الحالة حدوث شيء من الصراع بين البداوة والحضارة ولكننا يجب أن لا ننسى أن هذا الصراع ليس من النمط الذي شهدناه في المنطقة العربية فكثيرا ما كانت الحضارة في تلك المناطق قادرة على استيعاب الموجات البدوية القادمة إليها وعلى إذابتها في وقت قصير نسبيا بحيث لا يبقى لها تأثير اجتماعي كبير خذ الحضارة الصينية مثلا فهي كانت من السعة والكثافة بحيث استطاعت أن تهضم الموجات المغولية القادمة إليها وتذيبها في البودقة الصينية الكبرى أدركت ذلك بجلاء عند زيارتي للصين عام 1958 حيث لم أجد في المجتمع الصيني أي أثر واضح للموجات البدوية التي اجتاحت الصين قديمة نستطيع أن نرجع بعض الفضل في ذلك إلى السور العظيم الذي بناه ملوك الصين القدماء لحماية حدودهم من هجمات المغول ولكن السور نفسه هو دليل محسوس على أن الحضارة الصينية كانت بدرجة من السعة والكثافة بحيث تمكنت من إنجاز هذا العمل العظيم أما في المنطقة العربية فالأمر مختلف ذلك أن الحضارات التي نشأت فيها كانت متفرقة في بقاع متباعدة كأنها وحاتم تكنفها الصحراء من معظم جوانبها ولهذا كان الصراع بينها وبين البداوة شديدا ومتتابعا منذ أقدم الأزمان وهذا هو الذي جعل الحضارة والبداوة في هذه المنطقة في مد وجزر مرة بعد مرة نظرية خاطئة من النظريات التي كان لها رواج في الأوساط العلمية في الجيل الماضي نظرية حول البداوة لها صلة بالموضوع الذي نحن فيه وخلاصتها أن البداوة مرحلة اجتماعية مرت بها جميع الأمم قبل دخولها في مرحلة الحضارة مما يجدر ذكره أن هذه النظرية كانت مستمدة من نظرية التطور المشهورة التي صارت موضع علمية منذ ظهور داروين في منتصف القرن الماضي فقد ظن العلماء يوم ذاك أن كل مجتمع بشري هو كالكائنات الحية لا بد أن يمر في تطوره عبر التاريخ بسلسلة متتابعة من المراحل المحتومة وهذه المراحل كما تخيلوها تبدأ بالمرحلة البدائية التي يعيش الإنسان فيها على الصيد والالتقاط ثم تأتي من بعدها مرحلة البداوة التي يعيش الإنسان فيها على الرعي وتليها مرحلة الزراعة ثم مرحلة الصناعة لقد اتضح الآن خطأ هذه النظرية لا سيما فيما يخص البداوة فالعلماء اليوم يميلون إلى القول بأن البداوة ليست مرحلة ضرورية من مراحل التطور الاجتماعي وليس من المحتوم على كل أمة أن تمر بها خلال تطورها عبر التاريخ إن البداوة في الواقع نظام اجتماعي لا ينشأ إلا في الصحراء وهو لا يتغير أو يتطور ما دام باقيا فيها فإذا خرج منها إلى بيئة أخرى أخذ التغير يظهر فيه تدريجا وهو قد يتجه عند ذاك نحو الزراعة أو التجارة أو الصناعة حسب مقتضيات الظروف إن هذا يؤدي بنا إلى القول بأن الصحراء والبداوة أمران مترادفان فالأمة التي لا تسكن الصحراء يصعب عليها أن تتخذ في معاشها نظام البداوة إنها في بداية أمرها قد تعيش في مرحلة الصيد والالتقاط حتى إذا شح عليها الرزق لسبب من الأسباب واضطرت إلى ترك تلك المرحلة انتقلت إلى مرحلة أخرى حسب طبيعة الأرض التي تعيش فيها وهي في أكثر الأحيان لا يمكن أن تتخذ نظام البداوة إذا كانت أرضها غير صحراوية من المؤسف أن نرى تلك النظرية على الرغم من ظهور خطأها أخيرا لا تزال شائعة في بعض أوساطنا العلمية ولا يزال بعض المؤلفين في بلادنا يأخذون بها ظنا منهم أنها نظرية صحيحة من هؤلاء الدكتور علي حسني الخربوطلي فهو يقول كان العرب في جاهليتهم يعيشون في طور البداوة وهو طور اجتماعي طبيعي تمر به الأمم أثناء سيرها إلى الحضارة انتهى كلامه لا حاجة بنا إلى القول بأن هذه النظرية قد تعرقل فهمنا لحقيقة المجتمع العربي ولتاريخه وطبيعة تركيبه إن من الصعب علينا أن ندرك الخصائص التي تميز بها المجتمع العربي عن غيره إذا اعتبرنا البداوة فيه ظاهرة عامة يشترك معه فيها كل المجتمعات البشرية وهناك خطأ آخر حول البداوة وهذا خطأ علمي كبير يجب علينا تجنبه الواقع أن البداوة لها ثقافتها الاجتماعية المنبعثة من طبيعة حياتها الصحراوية وهي لا تشبه ثقافة الغجر أو غيرها إلا من حيث اتصافها بالتنقل الدائم أما في غير ذلك من الأمور فهناك فروق كبيرة جدا وسنأتي إلى بحث ذلك في فصول قادمة مقارنة وتصنيف يمكن القول أن الصراع بين البداوة والحضارة يختلف في نمطه وشدة تفاعله من قطر إلى آخر في الوطن العربي نستطيع على أي حال تصنيف الأقطار العربية من هذه الناحية إلى ثلاثة أصناف رئيسة أولها هو الصنف الذي يشبه العراق شبها كبيرا من حيث وجود الحضارة والبداوة فيه جنبا إلى جنب فتسيطر عليه الحضارة تارة والبداوة تارة أخرى ويشمل هذا الصنف أكثر الأقطار العربية كالأردن والشام والمغرب وتونس والجزائر واليمن وفي رأيي أن العراق يتفوق على هذه الأقطار جميعا في شدة ظهور معالم الصراع والازدواج فيه وذلك لأسباب خاصة به كما سيأتي في وقته أما الصنف الثاني فهو الذي تكون البداوة فيه أشد وأكثر تأثيرا من الحضارة ولهذا فالصراع فيه ضعيف لا يظهر إلا في نطاق ضيق جدا ويشمل هذا الصنف نجدا والأحساء والعسير وليبيا والجزء الصحراوي من الجزائر وعمان وحضر موت ومن خصائص هذه الأقطار أنها قليلة السكان نسبيا وأكثرهم من البدو وليس فيها من معالم الحضارة إلا النزر اليسير هو الموجود في الواحات حيث تستنبط المياه أو تستنبط المياه من الآبار فتنمو حولها مدن صغيرة يمتهن أهلوها الزراعة والتجارة وهؤلاء لا يختلفون في عاداتهم وقيامهم الاجتماعية كثيرا عن من يحيط بهم من القبائل البدوية قد تظهر في هذه الأقطار بعض الدول أحيانا إنما هي في واقع أمرها ليست دولا بالمعنى الحضاري المعروف وربما صح القول أنها عبارة عن مشيخات قوية قائمة على أساس من العصبية البدوية إن الدولة بمعناها الحضاري لا تقوم إلا في المناطق التي يظهر فيها إنتاج اقتصادي منظم من زراعة أو صناعة وبذلك تستطيع الدولة أن تدعم نفسها بما تجبي من ضرائب كافية عاما بعد عام بقي لدينا الصنف الثالث والأخير من الأقطار العربية وهذا الصنف على النقيض من الصنف الثاني الآن في الذكر حيث تكون الحضارة فيه أقوى أثرا من البداوة وأكثر تغلغلا في الحياة الاجتماعية يجب أن نعترف بأن هذا الصنف نادر الوجود في ربوع الوطن العربي ولعلنا لا نعد الصواب إذا قلنا أن القطر العربي الوحيد الذي تتمثل فيه خصائص هذا الصنف إلى حد ما هو القطر المصري ولسيما الوجه البحري منه أما الوجه القبلي وهو الذي يسمى بالصعيد فمن الممكن عده من الصنف الأول وهو بذلك يشبه العراق إلى حد كبير مما يجدر ذكره أن هذا التصنيف ليس كاملا ولا شاملا فالموضوع أوسع مما ذكرنا وأعمق وهذا هو الذي يجعلنا نهيب بالباحثين في الأقطار العربية المختلفة إلى دراسة مجتمعاتهم الخاصة في سبيل التعرف إلى مميزات كل منها على حدة ضمن النطاق العربي العام تحت عنوان في سبيل علم اجتماعي عربي يقول الدكتور علي الوردي قدمت في أحد كتبي السابقة اقتراحا أود أن أعيد ذكره مرة أخرى في هذه المناسبة هو أن الباحثين العرب يجب أن يتعاون فيما بينهم لإنشاء علم اجتماعي خاص بهم مما يجب الانتباه إليه هو أن علم الاجتماع الذي يدرس الآن في الجامعات الأجنبية لم تكتمل معالمه بعد وهو لا يزال متأثرا في بعض أصوله وأسسه بالمحيط الاجتماعي الذي نشأ فيه وقد يصح أن أقول بأن علم الاجتماع لم يبلغ بعد مستوى العلوم الأخرى التي نمت منذ زمن طويل فأصبحت تستند في مفاهيمها على أسس عامة تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان نشأ علم الاجتماع منذ مئة سنة تقريبا وهذا عمر يكاد يكون صغيرا بالنسبة لأعمار كثير من العلوم الأخرى ومن المؤسف أن نرى بعض إخواننا من الكتاب والباحثين لا يفطنون لهذا الأمر ولا يهتمون به فنجد أحدهم مثلا يدرس علم الاجتماع في جامعة أجنبية فيرجع إلى مجتمعه يريد أن يدرسه في ضوء ما درس هناك حرفيا ناسيا الفرق بين مجتمعه والمجتمع الذي درس فيه إنه قد يظن أن الظواهر الاجتماعية التي درسها هناك بين قوسين قوانين عامة تصدق على جميع الشعوب في العالم من غير تفريق لا ننكر ما في علم الاجتماع الحديث من نظريات قيمة تنير السبيل للباحث الاجتماعي أينما ذهب في أنحاء الأرض ولكننا مع ذلك لا يجوز أن نتخذ منه دستورا صلبا أو نقلده تقليدا نعم لاحظت أثناء دراستي العلمية في الولايات المتحدة أن علماء الاجتماع هناك لا يعنون بموضوع البداوة عناية كافية ولا لوم عليهم في ذلك فهم لا يجدون أثرا للبداوة في بلادهم ولا بد لهم من أن ينهمك في دراسة أمور أخرى هي ذات مساس بالمجتمع الذي يعيشون فيه إن الذين اهتموا بدراسة البداوة من الأجانب ليسوا من علماء الاجتماع بل هم على الأكثر من المستشرقين أو السائحين أو من أشبه وهؤلاء على الرغم من جهودهم القيمة قد تورطوا في أخطاء علمية غير قليلة إن هذا قد جعل الباحثين العرب إزاء مهمة صعبة فهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن دراسة البداوة ودراسة ما جرى في المجتمع العربي بينها وبين الحضارة من صراع ولا يجوز لهم أن يتوقعوا من غيرهم دراسة ذلك ليأتوهم من بعدهم فيتبعوا الطريق الذي مهده الغير لهم تحت عنوان أهمية ابن خلدون امتاز ابن خلدون بميزتين لم يماثله فيهما أحد من الباحثين الاجتماعيين في جميع الأمم أولهما أنه كان أول باحث في العالم درس المجتمع دراسة واقعية غير وعضية وهو في ذلك سبق زمانه بخمسة قرون تقريبا والميزة الثانية أنه كان ولا يزال أعظم من درس المجتمع العربي على أساس من طبيعة تكوينه الخاص أي على أساس ما جرى فيه من صراع بين البداوة والحضارة حين ندرس نظرية ابن خلدون نجدها في معظمها تدور حول المقارنة بين البداوة والحضارة وكيف حدث الصراع بينهما ولهذا جاز القول بأن هذه النظرية هي على الرغم من قدم زمانها خير مرجع لنا في دراسة المجتمع العربي إنها انبعثت من طبيعة هذا المجتمع كمثل من بعثت النظريات الاجتماعية الحديثة من طبيعة المجتمع الذي نشأت فيه مهما يكون الحال فإن هذا الذي نقوله عن نظرية ابن خلدون لا يعني أنها كانت صحيحة أو كاملة في جميع تفاصيلها إنها كأي نظرية أخرى من النظريات العظيمة لا بد أن تحتوي على نقائص وأخطاء كمثل ما تحتوي على إبداع وأصالة من هذه الأخطاء أنه عندما درس الصراع بين البداوة والحضارة في المجتمع العربي ظن أن هذا الصراع عام في جميع المجتمعات البشرية ولهذا رأيناه يحاول تفسير التاريخ البشري كله بأنه عبارة عن دورات متشابهة تتتابع مرة بعد مرة ولا يختلف فيها العرب عن غيرهم من الأمم وهو يصف كل دورة بأنها تنشأ من جراء هجوم البدو على الحضارة المجاورة فيؤسسون فيها دولة مزدهرة ولكن هذه الدولة تنحط وتضعف تدريجيا لما ينالها من الترف والنعومة حتى تسقط أخيرا إثر هجوم موجه أو إثر هجوم موجة بدوية جديدة عليها وهكذا يتوالى ظهور الدول وسقوطها مرة بعد مرة إن هذه النظرية الخلدونية تصدق بدرجة كبيرة كما لا يخفى على تاريخ المجتمع العربي وقد تصدق بدرجة أقل على تاريخ بعض المجتمعات الأخرى كما رأينا سابق إنما هي على أي حال لا يجوز تعميمها على تاريخ جميع المجتمعات البشرية وهناك خطأ آخر اقترفه ابن خلدون هو أنه ظن بأن العرب أشد الأمم بداوة وبعدا عن الحضارة ولهذا رأيناه يصف العرب بكل ما يناقض صفات الحضارة من تخريب ووحشية وخشونة وما أشبه وهذا هو الذي جعل بعض أو بعض دعاة القومية العربية في عصرنا يذمون ابن خلدون ويوصون بحرق كتبه ونبش قبره باسم القومية المصدر ساطع الحسري دراسات عن مقدمة ابن خلدون صفحة 151 انتهى الهامش الغريب من ابن خلدون أنه قال بذلك الرأي المتطرف من العرب أو في العرب وهو يعيش في عصر كانت وحشية المغول وتخريبهم ملأ الأسماع والأبصار في كل مكان وقد أتيح له أن يكون في الشام عند اجتياح تيمورلينك لها وشهد مدى التخريب الفضيع والنهب والحرق والقتل الذي حدث فيها على يد التتر المتوحشين وكان ابن خلدون يعرف ماذا صنع تيمورلينك في المدن الأخرى وماذا صنع أسلافه كهولاكو وجنكيس خان قبله الواقع أن العرب في جميع فتوحهم لم يقترفوا مثل هذه الفضايع والتخريب وقد شهدت لهم بعض الأمم المفتوحة بأنهم كانوا ذوي شهامة ومروءة غير قليلة يبدو أن الذي دفع ابن خلدون إلى اعتبار العرب أكثر بداوة وتخريبا ووحشية من غيرهم سببا أولهما محاولة ابن خلدون للتقرب من تيمورلينك وديل الحظوة عنده ولا ننسى أن ابن خلدون كان في سيرته شخصية انتهازيا فضيعا يود التقرب من الملوك وقد يقلب في سبيلهم الحق باطلة وثانيهما هو أن ابن خلدون نشأ في بلاد المغرب وأدرك مدى التخريب الذي أحدثه فيها اجتياح القبائل العربية لها منذ عهد غير بعيد وهذا هو ما اشتهر في الأساطير الشعبية بتغريبة بن هلال والظاهر أن المحيط الاجتماعي الذي عاش فيه ابن خلدون في المغرب كان مشحونا بمثال بتلك القبائل المخربة فتأثر ابن خلدون به على وجه من الوجوه الواقع أن القبائل العربية قد خربت بلاد المغرب تخريبا فضيعا ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نعد تخريبهم بمستوى تخريب المغول والتتر فقد كان هؤلاء وحوشا سفاكين علاوة على كونهم مخربين فكانوا لا يكتفون بتخريب المدينة التي يفتحونها بل يعمدون أحيانا إلى قتل جميع سكانها الهوامش ابن خلدون التعريف صفحة 374 ثانيا إدوارد براون تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي ترجمة إبراهيم الشواربي صفحة 552 والهامش الثالث علي الوردي منطق ابن خلدون الفصل 11 والهامش الرابع محمد فهمي عبداللطيف أبو زيد الهلالي صفحة 51 إلى 54 يمكن أن نقول عن العرب بوجه عام أن البداوة فيهم أقل توغلاً وشدةً مما هي في المغول والتتر ومن لفلفهم ولعل السبب في ذلك هو أن العرب قد تصارعت فيهم البداوة والحضارة منذ أقدم الأزمان وهم إذن أقرب إلى فهم الحضارة وأسرع إلى التكيف لها من أولئك وسنأتي إلى بحث ذلك مرة أخرى في الفصل القادم تحت عنوان من شأ الحضارة يقول الدكتور علي الوردي قلنا أن أول حضارة ظهرت في العالم هي تلك التي نشأت في العراق ومصر وذلك قبل ستة آلاف سنة تقريباً والسؤال الذي واجهنا هنا لماذا ظهرت الحضارة في هذين القطرين قبل غيرهما من أقطار العالم؟ حاول بعض الباحثين في القرن الماضي أن يجيب على السؤال بقولهم إن هذين القطرين قد اتصفا بوفرة المياه وخصوبة الأرض واعتدال المناخ فنشأت فيهما من جراء ذلك الزراعة التي هي أساس الحضارة الواقع أن هذا الجواب على الرغم من وجهته الظاهرة لا يحل لنا المشكلة حلاً تامة نحن لا ننكر أثر الماء والأرض والمناخ في نشوء الزراع ولكن هذه المزايا لا يمكن أن تكون وحدها أو تكون وحدها كافية في هذا الشأن فالمعروف أن هناك في أنحاء العالم أقطاراً عديدة تكاد تشبه العراق ومصر من حيث توافر تلك المزايا فيه فلماذا لم تنشأ الحضارة فيها مبكرة على نمط ما نشأت في ذينك القطرين؟ للمؤرخ المعروف أرنولد توينبي نظرية في هذا الصدد يمكن اعتبارها أفضل حل لهذه المشكلة خلاصة النظرية أن المنطقة الصحراوية الشاسعة التي نشهدها اليوم ممتدة من المحيط إلى الخليج لم تكن كذلك منذ بداية أمرها فقد دلت الأبحاث الحديثة على أن هذه المنطقة كانت في يوم من الأيام غزيرة المطر وافرة الخير زاخرة بأنواع الحيوان والنبات وكان سكانها يعيشون على صيد الحيوان والتقاط الأثمار حيث لم يكن بينهم من يعيش في طور البداوة أو الحضارة على الوجه الذي رأيناه بعد ذلك لقد كانت المنطقة على مثل هذا الوضع قبل عشرة آلاف سنة تقريبا وذلك في العصر الذي يطلق عليه العلماء اسم العصر الجليدي الرابع ففي ذلك العصر كان الجليد القطبي زاحفا نحو الجنوب حتى أصبح قريبا من شمالي المنطقة العربية ولهذا كانت الرياح القطبية تجتاح المنطقة العربية في معظم فصول السنة فيغزر المطر فيها من جراء ذلك ويكثر النبات والحيوان ولسبب لم يعرف كنهه حتى الآن بدأ الجليد ينحسر نحو الشمال تدريجيا ولهذا أخذ المطر يقل في المنطقة شيئا فشيئا حيث صار الجفاف يظهر فيها بمرور الزمن يقول توينبي إن سكان المنطقة جوبه عند ذلك بمشكلة لم يعهدوها من قبل فقد أخذ مجال الرزق يضيق عليهم تدريجا وبدأوا يفكرون في إيجاد مورد آخر للرزق إن الحياة المطمئنة التي نعم بها من قبل آذنت بالزوال اضطرت الحاجة بعض السكان أو سكان المنطقة إلى ابتداء طريقتين جديدتين للعيش تختلفان عن الطريقة القديمة التي اعتادوا عليها وهتان الطريقتان هما الرعي والزراع فالذين آثروا البقاء في الصحراء اتخذوا طريقة تربية الأنعام وأخذوا يترحلون معها سعيا وراء المراعي أما الآخرون فقد ذهبوا إلى أحواض الأنهار القريبة وصاروا يستصلحونها للزراعة وبهذا نشأت لديهم الحضارة تحت عنوان قصة آدم يقول الدكتور علي الوردي يميل بعض الباحثين إلى القول بأن قصة آدم التي ورد ذكرها في الكتب المقدسة ليست سوى قصة رمزية تشير إلى الأحداث التاريخية التي أشرنا إليها آنفا وخلاصة القصة أن آدم وزوجته حواء كان يعيشان في جنة عدن منعمين ثم عصى يا ربهما بتحريض من الشيطان فطاردهما الله من الجنة حيث صارا يكسبان قوتهما عن طريق الكدح وعرق الجبين ورزقهم الله بعد ذلك ولدينهما هابيل وقابيل فاتخذ هابيل مهنة الرعي بينما اتخذ قابيل مهنة الزراع وجرى بين الأخوين نزاع فقتل قابيل أخاه هابيل من الباحثين الذين عنوا بهذه القصة المؤرخ الذي أشرنا إليه توينبي فكان من رأيه أن جنة عدن التي عاش فيها آدم وزوجته قبل سقوطهما تمثل الحالة المطمئنة التي كان البشر يعيشون فيها قبل انحسار العصر الجليدي أما النزاع بين هابيل وقابيل فيمثل الصراع الذي حدث بعدئذ بين البداوة والحضارة هناك باحث آخر اهتم بقصة آدم أيضا هو المهندس المعروف ويليام ويلكوكس ولكنه ذهب في هذا السبيل إلى مدى أبعد مما ذهب إليه توينبي إذ هو حاول أن يحدد موقع جنة عدن تحديدا دقيقا وتوصل بتحرياته إلى القول بأن تلك الجنة كانت في العراق وفي الفرات الأوسط على وجه التخصيص إن ويلكوكس يعرفه العراقيون إذ هو الذي أشرف على بناء سدة الهندية فلقد دعته الحكومة العثمانية عام 1908 لكي يدرس مشاريع الري أو الري في العراق وقد انتهز الفرصة فأخذ يبحث عن مواقع الأنهار الأربع التي كانت تسقي أرض الجنة حسب ما ورد ذكرها في التوراة وهي حداقل والفرات وجيحون وفيشون وقد انتهى ويلكوكس أخيرا إلى الرأي بأن تلك الأنهار لم تكن سوى نهر السقلاوية وشط الحلة وشط الهندية ثم منخفض الحبانية وأبي دبس الذي تغمره المياه عند الفيضاء في الهامش يقول لقد استعملت اسم قابيل حسب ما ورد في كتب التاريخ العربية أما اسمه الأصلي كما ورد في التوراة فهو قايين بن نون انظر سفر التكوين الإصحاح الرابعة والهامش الآخر هو ويليام كوكس في كتابه من جنة عدن إلى عبور نهر الأردن تعريب محمد الهاشمي صفحة 12 و 13 انتهى الهامش تحت عنوان لماذا العراق يقول الدكتور عالوردي سواء أوافقنا على هذا الرأي الذي جاء به ويلي كوكس أم لم نوافق فإننا حين نستمع إلى تتمة حديثه في هذا الموضوع نشعر بأن معه بعض الحق فيما توصل إليه من رأيي وإني أكاد وأعتقد أن ويلي كوكس أصاب حين قال بأن ظروف العراق قد جعلت منه أكثر أقطار العالم ملاءمة لظهور الصراع بين البداوة والحضارة فيه لقد أتيح لويل كوكس أن يعيش في مصر ويدرس أرضها وأنهارها قبل أن يأتي إلى العراق وبهذا استطاع أن يعقد مقارنة بين طبيعة هذين القطرين الذين ظهرت فيهما أول حضارة في تاريخ العالم ففي رأيه أن العراق يشبه مصر من ناحية ويختلف عنها من ناحية أخرى فمن الناحية الأولى نجد الحضارة تظهر في مصر والعراق في وقت متقارب أما من الناحية الثانية فنجد في العراق ظروفا خاصة تجعله أكثر ملاءمة لتغلغ للبداوة فيه ولصراعها مع الحضارة يقول ويل كوكس ما نصه إن النيل أكثر أنهار العالم اتزانا فإنه ينذر بارتفاعه وانخفاضه قبل مدة مناسبة ولا يسلك سلوك مفاجئا ويحمل من الغرين في فيضانه ما يكفي لتطييب الأرض دون أن يؤدي ذلك إلى طمر القنوات كما أنه بحد ذاته خال من الأملاح ويفيض عادة في شهر آب وأيلول وتشرين أول من كل سنة مؤمنا بذلك أو مؤمنا بذلك إرواء المزارع الشتوية والصيفية على السواء ويجري بين رواب من الحجارة الرملية والكلسية التي تجهز منها المواد الإنشائية أما دجلة والفرات فإنهما يرتفعان بدون إنذار سابق وسلوكهما على الدوام مفاجئ ويحملان خمسة أضعاف ما يحمله النيل من غرين ويحدث فياضانهما في آذار ونيسان وأيار وهذا موسم متأخر جدا بالنسبة للزروع الشتوية ومبكر جدا بالنسبة للنباتات الصيفية ويحتويان على كمية جسيمة من الأملاح المحلولة ويجريان بين صحار جبسية وأراض مالحة ويضيف ويلكوكس إلى ذلك قائلا إن أرض العراقي أشد انحدارا من أرض مصر ففي مصر يبلغ انحدار الأرض قدبا واحدا في كل ميل بينما نراه في العراق يبلغ خمسة أقدام في الميل الواحد إن شدة الانحدار في الأرض تؤدي طبعا إلى قوة جريان الأنهر فيها وهذا معناه أن الأنهر ذات قدرة كبيرة أو ذات قدرة كبيرة على كسر السدود واجتياح الأراضي الزراعية المجاورة وفي رأي ويلكوكس أن ذلك من شأنه زيادة النزاع بين الفلاحين والرعاة أو بين قابيل وهابيل فالفلاحون يحاولون إن شاء السدود على ضفاف الأنهر لكي يحموا بها حقولهم الزراعية من خطر الغرق ولهذا فإن حدوث أي ثغرة في تلك السدود يسبب كارثة عظيمة لهم أما الرعاة فإن من مصلحتهم أن تحدث هذه الثغرة في السدود ولعلهم يجدون في أنفسهم إغراءا لإحداث مثل هذه الثغرة في سنوات الإمحال الشديدة لأنها تؤدي إلى إرواء المراع التي تتغذى عليها أنعامهم يقول ويل كوكس إن الخصومة المستمرة بين هابيل وقابيل يدل عليها ما ورد في التوراة من أن الله كان يقبل قرابين هابيل ويزدري بقابيل وقرابينه ويظهر أن النضال بين الأخوين بلغ شدته فظن قابيل ذات مرة أن أخاه قام بكسر السدود فعدى عليه ودن سيده بقتله وكان غضب الرب لهذا الجرم عظيم ويعتقد ويل كوكس أن هذه الخصومة بين الأخوين التي ظهرت في العراق منذ أقدم العصور التاريخية التي لا تزال باقية فيه حتى العصر الحديث فهو يحدثنا عما شهده بنفسه من الخصومة بين هابيل وقابيل عام 1909 ففي شهر أيار من ذلك العام حين كان فيضان الفرات بالغا أقصى حدوده كان ويل كوكس يتجول على الضفة اليسرى منه متجها نحو الشمال بين الرمادي وهيت فرأى أكثر من خمسين قطيعا من الغنم تسير في الوادي خارجة من المنطقة الصحراوية وكان ظهور هذه القطعان سببا في إلقاء الرعب والفزع في نفوس الزراء وعند رجوع ويل كوكس في اليوم التالي سالكا طريق النهر بسفينة سمع صوت رصاصتين واحدة بعد الأخرى وشاهد من بعيد عددا كبيرا من الفرسان والمشات يهرعون إلى محل الحادث بعضهم يحمل المساح والبعض الآخر يحمل البنادق وكانوا على استعداد لمقاومة أولئك الرعاة البدو أو لدفع خطر الفيضان ولما اجتمع ويل كوكس بأحد أكابل الشيوخ قال له لماذا لا تقتسمون الأراضي بينكم فتغمرون قسما منها بالمياه وتتركون القسم الباقي لزراعة الحنطة والشعير أجابه الشيخ إننا لا نستطيع أن نتفق فيما بيننا ولكننا نتمنى أن تحل في هذه البلاد بعض الأنظمة والقوانين محل هذه الضغائن المستمرة بيننا انتهى كلامه وأضاف الشيخ قائلا إذا سنت في البلاد قوانين عملية فإن الزراعة وهم الأكثرية الساحقة في هذه البلاد سيصرون على احترامها انتهى كلامه تحت عنوان تغير مجار الأنهار يقول الدكتور علي الوردي يتضح مما سلف أن وضع الأنهار في العراق يختلف اختلافا كبيرا عن وضعها في مصر ففي العراق تحتاج إلى عناية مستمرة من حيث تطهير مجراها وكرية فالتهاون في ذلك يؤدي إلى ترسب الغرين في قعر المجرى على توالي الأيام وهذا بدوره يؤدي إلى استفحال خطر الفيضان من جهة وإلى تغير مجار الأنهار من الجهة الأخرى إننا حين ندرس خريطة الأنهار في العراق عبر التاريخ نجدها في تبدل مستمر فهي هنا تارة وهناك تارة أخرى وهذا أمر له نتائج اجتماعية بالغة أو بالغة الأهمية لا سيما من حيث الصراع بين البداوة والحضارة وقد رأينا ذلك بوضوح في العهد العثماني حين كانت سيطرة الحكومة ضعيفة ونظام الري مهملة فقد ترسب الغرين مثلا في نهر الغراف وقل جريان الماء فيه فأخذت مياه دجلة تتجه نحو العمارة فنشأت هناك الأهوار والفيضانات المتتابعة وحدث مثل هذا في الفرات حين تحولت مياهه من فرع الحلة إلى فرع الهندية فكان الجفاف في جانب والغرق في الجانب الآخر إن هذا التحول في مجاري الأنهر قد أدى طبعا إلى زيادة النزاع بين القبائل العراقية فالقبيلة التي تجد أراضيها قد أمحلت من جراء تحول النهر عنها لا بد أن تحاول الهجرة إلى أراضي أخرى وهناك ستصطدم مع القبيلة التي كانت تتصرف بالأرض قبلها ويمكن القول أن القبائل العراقية كانت تتنازع على الأراضي الزراعية على منوال ما تفعل القبائل البدوية في نزاعها على المراعي في الصحراء وهذا من شأنه تدعم أواصر عصبية في القبائل العراقية وإشاعة الثأر والغزو بينها وربما اضطر بعض تلك القبائل إلى العودة إلى حياة الرعيم الجديد أرجح الظن أن هذا الذي شهدناه في العراق في العهد العثماني قد حدث ما يشبهه في عهود أخرى قديمة نذكر على سبيل المثال ما حدثنا المؤرخون به عن العهد الذي حل بالعراق بعد وفاة الإسكندر يقول الدكتور أحمد نسيم سوسة وعلى أثر وفاة الإسكندر خيمت على البلاد سحابة من الاضطراب السياسي كانت سبب حرمان البلاد من الاستقرار الداخلي الذي يعد العامل الأساسي في ازدهار أنظمة الري وساد بنتيجة ذلك النظام العشائري في البلاد وقد استمر هذا الحال حتى جاء الدور الساساني الذي امتاز عن غيره بما تتمتع به من استقرار سياسي إذ قامت على أنقاض النظام العشائري سلطة موحدة وضعت الركن المتين لنهضة عمرانية جديدة شملت طول البلاد وعرضها الهامش أحمد سوسة المصدر السابق صفحة 204 تحت عنوان أهمية الدولة يقول الدكتور عالي الوردي قلنا من قبل أن الحضارة تتميز بوجود الدولة فيها بينما تتميز البداوة بوجود العصبية القبلية ومن شأن الدولة أنها تمنع التنازع بين الناس فتجعلهم ينسون عصبياتهم الضيقة بمرور الأيام وهي فوق ذلك تعنى بشؤون الانتاج الزراعي والتجاري والصناعي فينهمك الناس في أعمالهم المختلفة حيث تنمو الحضارة بهم وتزدهر مما يجدر ذكره أن العراق الشهد في فترات كثيرة من تاريخه ظهور دول قوية تعمل على إنماء الحضارة فيه ولكن هاتيك الفترات لم تدن طويلاً فكانت كل فترة منها تتلوها فترة أخرى من فترات النزاع والفوضى على منوال ما رأينا في العهد العثماني أو في العهد الذي تلى وفاة الإسكندر من العوامل التي ساعدت على ذلك هو أن العراق واقع على حافة الصحراء حيث لا يفصل بينها وبينه فاصل من بحر أو جبل ولهذا كانت الصحراء تقذف العراق بالموجات البدوية حيناً بعد حين يمكن القول بأن هذه الموجات البدوية المتتابعة لا تتيح للعراق فرصة قيام دولة ثابتة فيه زمناً طويلة حين نقارن بين العراق ومصر من هذه الناحية نجد بينهما فرقاً غير قليل لا ننكر أن مصر تحيط بها الصحراء من معظم جوانبها ولكن هذه الصحراء التي تحيط بمصر ليست كالصحراء المتاخمة للعراق فهي في الغالب مؤلفة من رمال جرداء تصعب فيها الحياة بشتى أنواعها ولهذا فهي ليست منبعاً مهماً من منابع البداوة أما العراق فهو واقع على حافة الصحراء التي عرفت في التاريخ بأنها من أعظم منابع البداوة في العالم وهي التي أطلق عليها اسم جزيرة العرب تحت عنوان طوفان نوح يقول الدكتور عالوردي وردت قصة الطوفان في القتب الكتب المقدسة كمثل ما وردت قصة آدم ولديه هابيل وقابيل ومما يلفت النظر أن هناك كثيراً من القرائن التي تعين موقع هذا الطوفان في العراق فقد عثر المنقبون في الآثار العراقية القديمة على قصص تشبه قصة الطوفان المذكورة في الكتب المقدسة إلى حد كبير ويميل بعض العلماء إلى القول بأن هذه القصة ترمز إلى فيضان هائل حل بالعراق في زمن قديم جدا ولعله كان أكبر فيضان شهده سكان العراق القدماء بحيث رسخت حوادثه في أذهانهم جيلاً بعد جيل وبقيت ذكراه خالدة مدة طويلة كما كان مصدر إلهام لكتاب ذلك الزمن وشرعرائه الظاهر أن النبي نوحاً كان يعيش في العراق في ذلك الزمن وقد تنبأ بالكارثة قبل وقوعها فكان يحذر الناس وينذرهم أن يتركوا خصوماتهم المحلية وبغيهم بعضهم على بعض فلم يسمعوا له ولعلهم كانوا مشغولين عنه بنزاعهم القديم الذي أشرنا إليه آنفا حيث كان الرعاة يهاجمون سدود الأنهار ويحاولون تخريبها فيصدهم الفلاحون عنها وتثور بينهم المعارك لقد كان هذا يحدث بينهم في الوقت الذي كانت فيه نذر الطفان تتوالى عليهم دون جدوى ذكرت التوراة بأن العالم كان قبيل الطفان مملوءاً بالعدوان والظلم وقد أشار القرآن إلى مثل هذا في بعض آياته فذكر أن قوم نوح كانوا فاسقين وأنهم كانوا ظلمة طغات وأن الله أرسل إليهم نوحاً ليدعوهم إلى عبادة الله وتجنب الآثام والطغيان فلم يسمعوا له وسخروا منه فأمره الله بأن يصنع السفينة لكي ينجو بها هو وأتباعه من الغرق الذي سيحل بالناس عقاباً على بغيهم وأثامهم يقول ويل كوكس إن النزاع بين الجماعات المختلفة وما نشأ عنه من نتائج مريعة هي التي ألقت الفزع في نفوس بعض المفكرين الذين كان نوح أحدهم فقد خاف نوح عقبة الأمر فتهيأ لمجابهة الحدث الرهيب الذي كان متوقعاً فصنع لنفسه سفينة من خشب الحور الذي تكثر أشجاره على ضفاف الفرات وطلاها بالقار المستخرج من هيت بعين الطريقة التي تطلى بها القفة اليوم في الفرات حدث الطوفان أخيراً كما تنبأ به نوح وعامت السفينة تتهادى على سطح الماء بمن كان فيها وتسير حسب ما يتجه بها تيار الماء والرياح وفي رأي الدكتور سوسة إنها استقرت أخيراً بعد انخفاض مياه الطوفان على أحد المرتفعات الصحراوية في جوار النجف وهي مرتفعات تعلو عن سطح البحر بما يناهز الخمسة وستين متراً ويضيف الدكتور سوسة إلى ذلك قائلاً بأن سفينة نوح تذكرنا بما وقع في بغداد في عصر الرشيد أو في عهد الرشيد عام 186 هجرية فقد حدث حين ذاك فيضان كبير مما اضطر الرشيد أن ينتقل من قصوره مع أهله وحرمه وأمواله إلى السفن وبقي فيها حتى هبط مستوى نهر دجلة فعاد إلى البر إلى هنا ينتهي الفصل الأول من هذا الكتاب يتبعه الفصل الثاني بعنوان ما هي البداوة